نركز مع بعض يا أولاد نموذج الثاني طلبة الصف الثالث الاعدادي مكمل مع بعض المراجعة هنحل نموذج الثاني من كتاب مدرسة قرص المعاصر صفحة 91 على الهندسة وحسام الثالثات نركز معي أول واحدة هنا بيقول لي اتنين جا تلاتين في زا ستين يبقى نقول له اتنين في جا تلاتين الياب نص وزا ستين دي هي جزر ثلاثة الاتنين تروح مع الاتنين يطلع عندك بجزر ثلاثة معادل المستقم المرر بالمقتص سليب ثلاثة سليب الثلاثة في سليب ثلاثة يوازي محور السينات تخدها الصداة على ط suff سليب ثلاثة خلاص فان اريد ان يكون唱 الثلاثة يبيه اول كتاب المحور السينات له سليب ثلاثة ولو الايذ يوي لك يوازي محور السينات لانه قد يساوي سليب ثلاثة يزا كانت نموذج الثالثات الالتنين يكون هنحل سليب ثلاثة لانش تلاتين الثلاثة هي اولها جيب كومة سين ايه زاوية للكوزين بتاعتها الجتعة بتاعتها بجازر تلاتة على اثنين يبقى هنا جاة اثنين سين يبقى جاة اه اتنين في تلاتين للا ستين جاة ستين تطلع معها بجازر تلاتة على اثنين. دائرة مركزها نقطة الاصل طول نص وقت ريها اثنين وحدة طول فان النقطة النقطة تقع عليها وتنتمي عليها. يعني ان هي نقطة في دول يا اولاد بتنتمي للدائرة. ان هي نقطة في الاختيارات. يعني مستنة لما يجي نجيب البعد بين النقطة دي والنقطة الاصل هي صفر وصفر للمركز يعني هيديك اثنين نجي نحسب الأولى الجزر التربيعي مش هيطلع هنا نحسب التانية برضو هنا اربعة اثنين تربعة باربعة وهنا الخمسة جزر خمسة باربعة خمسة تطلع بثلاثة مش هتنفع ولكن اللي هتنفع ايه جيم لان ما تجيب الجزر التربيعي تحسبها بقى البعد صفر نقص جزر تلاثة بسلف جزر تلاثة تربعة تلاثة فهي النقطة دي هيلي تنتمي على d بالبعد العمودي بين المستقيمين سين نقص 2 بيساوي 0 وسين زائل 3 بيساوي 0 خد بالك سين هنا هتساوي 2 وهنا سين هتساوي سالب 3 بها انت هتيجي بالبعد العمولي المستقيم عندك معدته سين بيساوي 2 نستم كده شبكة بينيه هنا سين بيساوي 2 بتعمل خطة عمول كده عند الاتنين وهنا السين بتساوي سالب 3 هنا او تجيب معيار الاول ومعاري التاني وتجمع تمامي بأنه عندك البعد يطلع كام هنا وحدتين وهنا تالت وحدات يبقى هي خمس وحدات يبقى البعد العمودي بين المستقيمين يطلع خمسة وحدة طول اخد خمسة اذا كان المستقيمين ميلة هما سالب 3 على 2 وكاف على 6 على كاف متوازين فان كاف تساوي تقول بلك المستقيمين هنا متوازين معناها ان ميل الاول بيساوي ميلة تاني يبقى انت هتساوي الميلات ببعضة تقول سالب 3 على 2 تساوي 6 على كاف نعمل مقصة كده نقول سالب 3 في المقام واتنين في ستة باتناشر نعمل مقصة 2 في ستة باتناشر على السالب 3 يطلع معك الناتج سالب 4 السؤال بعده اذا كانت جاتة ها في زا 30 بيساوي جاتة تربية 45 فوجد قياس زاوية ها هنا اولاد عشان نحل المسألة دي ده وجد الطرف الاي من الاول عندي جاتة ها زا 30 ليها 1 على جزر 3 جاتة تربية 45 جاتة 45 و 1 على جزر 2 تربيةها بنص ماشي طيب عشان نجيب جاتة ها اقوله ايه جزر 3 على 2 اعمل مقصة يعني او تخلص من العدد ده اسم عليه فيبقى قياس زاوية ها بكام هتقول shift cosine جزر 3 على 2 يبقى الزاوية اللي عندك بتلاتين درجة بيساوي نوع المسلس بالنسبة لأطوال اضلعه هنا ميقول لي نوع المسلس سأولاد يبقى هاستغر دم قانون البعد هاجيب الثلاث أبعاد واشوف المسلس نوع ايه وحقه متبينة المسلس طيب انت عندك الالف هايه تلاتة وتلاتة وهنا البي واحد وخمسة ويجي واحد وثلاتة قوم جايب اول حاجة اللي هي الالف بهم الالف به تقول واحد amongst 3 بسبب اتنين تربعه بربعة وخمسة amongst 3 بسبب Courage địuftah by 4 تطلع جزر تمانية اللي هي عبارة عن اتنين کہه اتنين واحد يجي بميت LS امتى لو يجي بتمين الالف به تعالى هتلبيه جيم هذا البيه هو ده الذه تقول واحدا واحدا صفر تربعة واپصرا وتريد ان linguصة ايها تطلع انت انced 5 بسبب اتنين تربعة بربعة يطلع اتنين واحد يطول تعال هاتي بقى الالف جيم هذا الالف وهذا الجيم يبقى هي ثلاثة منص واحد باثنين تربعة باربعة وثلاثة منص ثلاثة بصف لانا يطلع برضو ايه جزر اربعة يعني اتنين واحدة طور لاحظنا يا ولاد ان في طرعنز هي بعض يعني المثلث هي المثلث الساقي لازم تقول له اول متبينة المثلث بما ان الف به زي البيه جيم اكبر من الف جيم اذا المثلث الف بهجيم متساوي الساقي فيمتو كده طيب السؤال بعده اذا كانت النقطة هي منتصف البعد بين النقطتين او جدسين وساط عندك نقطة في المنتصف فلما تيجي تحل المسألة بتلسمها وتوضح عليها فطوات الحل عشان ما تتلقش انت عندك اهو نقطة في المنتصف اللي هي تلاتة واحد هنفرض ان هي اجيم مسلا وهن هي نقطة البداية الف كت واحد وساط والنقطة التانية اسميها به اللي هي سين وتلاتة تمام نبدأ بنقطة المنتصف اللي هي مين تلاتة وايه ولاد واحد شيفينها نجيب بها المنتصف ازاي نجمع السنات ونقسم على اثنين والصلاة ونقسم على اثنين نقسم على السن على اثنين وهنا ساد 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 المعركبة كام بسالب واحد. فهمتو? يبقى دي دي نقطة دي احليسيات اللي عايزة او قيم السين والصاد يعني. تمام? يبقى النقطة هنعمل ايه? وعز وجد النقطة في الاخر. ثم عمل خمسة وهي سالب واحد. لان عايز ايه في الاخر? ايه في الاخر? ايه في الاخر? ايه في الاخر? ايه وجد نقطة سين والصاد. ام خلاص حالتهم جوازوك مرتب كده. بعد ما تخلص. يوجد معارضة المستقيم الذي يقطع من محورية احليسيات السين والصادي. جزء المجابين طولة هما واحد واربعة من وحدات دولة على الترتيب سوما جد ميل المستقيم. انت عندك المعادلة تقول سين على جزء المقطوع من السينات واحد زائد صاد على جزء المقطوع من السيادات الهيه اربعة بتساوي واحد. لبقى دي معارضة الخط المستقيم بدلالة الاجزاء المقطوعة. تمام? لانه قطع من الاجزاء المجابة. طيب الميل بيجي ازاي? تقول سالب معامل السين على معامل الصاد. معامل السين بواحد. تعمل سالب. على معامل الصاد دي بربع. يطلع عنياتك بسالب اربعة. تمام? طيب. السؤال اللي بعد هو الف بيه جيم مسلس قائم الزاوية في بيه. الف جيم بعشرة سنتيمتر وبيه جيم تمانية. عايزين نسبة ان الايمان بيساوي الايسر. طيب هم حلها ازاي? هنرسم المسلس بتاعنا. القائم الزاوية. اهو. قائم الزاوية في ايه ولاد في بيه? لازم تبقى عارف في الامتحان القائم الزاوية في ايه? عندك الالف جيم بعشرة سنتيمتر والبيه جيم بتمانية سنتيمتر. تقدر تطلع الف بيه من في الصغرس. ربع العشرة تبقى بمية نقس تمانية تربيع لربعة وستين. مية نقس ربعة وستين بستة وتلاتين جزرها بستة. لازم تعمل خطوات الحالة دي في الامتحان. تقول ما هيلك ده? الالف بيه تربيع يساوي مية ناقص ايه? ناقص الاربعة وستين يديك ستة وتلاتين وتجيب الجزر. يعني الالف بيه تطلع الجزر التربيعي لستة وتلاتين فتبقى الالف بيه بستة سنتيمتر. تعال بقى نجيب الطرف انه هو الايمن. ده هو كان جاء تربيع الف زائد واحد. زاوية الالف هيا. اجيب مقابل عوطر تبقى تمانية على ايه? على عشرة. تربيع زائد ايه? واحد. هو تمانية تربيع باربعة وستين. على المية زائد الواحد. الواحد ده عبارة عن مية على مية. يطلع ناتج يعني مية ربعة وستين على ايه? على مية. انت جبت الطرف الايمن تعال نشوف الطرف الايصر. طرف الايصر عندي هنا بيقول لي اتنين في جاتة تربيع جيم زائد جاتة تربيع الف. تعال نجيب جاتة جيم. فين جيم? اه? اجيتها مقابل عوطر. يبقى تمانية على عشرة. يبقى تمانية على العشرة تربيع. زائد جاتة مجرد عوطر زائد ايه? بقى ستة على عشرة تربيع. يبقى اتنين فيه تمانية ترباحة باربعة وستين على المية زائد ستة وتلاتين على ايه? على المية. هنا هضرب يا ولاد اتنين فيه اربعة وستين على مية. اتنين فيه اربعة بتمانية. اتنين فيه ستة باثناشر وهنا مية. وهنا ستة وتلاتين على المية. هنسيب المقام مية زي ما هو ونجمع. اربعة وستة اربعتاشر. اه? اربعة واطلع بالواحد على اتنين تبقى تلاتة تلاتة وتلاتة ستة وهنا الواحد. تلع مية اربعة ستة عالمية زي الطرف ايه? الايمن. يبقى الايصر والايمن زي بعض. اثبت ان المستقيم المر بالنقطةين يوازن مستقيم تلاتة سات ناقس سين ناقس واحد بيساوه سفر. هنا اولاد عشان اثبت ان المستقيم المتوازين لازم اجيب مية للمستقيم اللي بيمر بالنقطة انا ساميه بمواحد. فارق السلطة على فارق السنة. تقول له اربعة ناقس تلاتة على اتنين ناقس ناقس واحد بازائد واحد يعني يطلع واحد على ثلاثة ده ميل الأول وميل المستقيم الثاني هنا يكون سالب معامل سين على معامل سات معامل السين هنا بسالب واحد يبقى سالب في سالب بموجب على معامل السات يطلع بايه بتولت دي بقى ميل الأول بيساوي ميل الثاني بيساوي كام بيساوي تولت إذا لام واحد انت وازي ايه لام اثنين تمام طيب السؤال اللي بعده عند الف بق اجيم ده اللي تشيبه منحرف قائم ازايف به ده سؤال مشهور يا ولاد لما يجينا بترسمه كده الف به جيم ده اللي تشيبه منحرف ماله ها قائم الزاوية خلاص تلسمه كده قالك ان الف به بتلاتة وبه جيم كلها بست بتعمل عمل تسقط عمود كده فاتبع ليه تلاتة زيها وعندك كمان الالف ده اللي كانت باتنين سنتي طبعا في الامتحان بتعمل دي صغيرة شوية ودي كبيرة ماشي عشان الشكل بقى معقول في الحل لانه اللي لك دي اتنين سنتي ودي تات سنتي اكبر منها بشوية يعني يبقى كده يا ولاد بالمنزر ده يعني خلاص تقريبا يعني هنا تلاتة وهنا اتنين هنا تبقى تنين زي اللي قبلها ده قائم اه ها الف بجيم ده اللي تسميها مسلا ها انت اسقطت عمودة ها دي كلها كانت ستة سنتيمتري بقى ستة نقص اتنين باربعة سنتيه ليه تلاتة بتوزيها تلاتة سنتيمتري طبعا في الحل لها برهان كده تعمل خطوات وقال بما ان كل نباش راحه ده تعمله برهان في الامتحان يعني مساء دي تحل برهان لما تيجي وهنا الدلع ده تجيوه مفصولس لخمسة سنتي برهان واللي اوجد جاتة تزود به جمدال به جمدال عزينا نجيب جاتة الزوات ده ها يبقى انها به جمدال جوه مسلس قائم يبقى انت هي مجاول على ايه على وطر يطلع ناتج اربعة على خمسة يبقى جاتة تزود به جمدال هتقوله اربعة على ايه على خمسة بس كده هتخلصتها بس تعمل خطوات لحل المسأل ولو اربعة على ايه على خمسة